بسم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم احبائي متابعين السباكة. النهاردة جال لكم فكرة طبعا جديدة. اه صممتها هو. ده عبارة عن محبس اتنين في واحد. اه ناس كتير بيتبعتلي بيقول ما عليش احنا عندنا مخرج واحد اللي موجود في الحيطة مسلا في مكان في داخل التأسيس يعني. ومحتاجين يركبوا مسلا فراطيا شطاف وطوماتيك مع توصولة قعدة او غسالة مع شطاف يعني ايه? اه محتاجين مخرجين اتنين واللي جاي من الحيطة مخرج واحد. طبعا نصممت لكم ده برعا حرفة ايه هو. اه تلاتة حرفة ايه? ده طبعا وشي نيك انا كنت بس ايه اه مركابة اه هو. اه بنعمل سن زي ما احنا شايفين يا جماعة بسيط خالص الفكرة بسيطة. اه سهلة واي حد النواة يقدر ينفزها. طبعا الميزة الحلوة انني عاملها بقلب بصرميك. اه شكلها جميلة وحفة بصراحة. ومفيش حاجة اسمها يبقى يصدي ولا كلام من ده خالص. يعني انا ما عنديش اي حاجة حديد فيها ولا حديد ولا نحاس. ما فيش اي حاجة. طبعا الشفة دي او الدبلة دي انا سبتها عشان اه ترد معايا الوش النيكل. وانا كده كده لو المخرج عندي في الحيطة مدفون بحتاج او التوصيل زيها زي الخلاط او المحابس الجهز. اه كل اللي بنحتاجه اه تلاتة حرف تيه طبعا بنقطعهم وبنصهم بالشكل اللي احنا شايفينه ده اول. ده تلاتة حرف تيه. بنحتاج اتنين طب اتنهاية خط. نص بوصة. كله نص بوصة. وبنحتاج قطعة مصورة اه حوالي عشرة سنتي او خمستاشر سنتي. لهم بنحتاج اده حتة اتنين تلاتة حتة موسير. طبعا زي ما احنا شوفنا في الشغل اللي عملت لكم قبل كده ان القطعة دي انا يبقى طبابها وبعمل فيها اه سجب او فتحة عشان تعديل الميا من الداخل هنا وتعدل هنا. طبعا الميزة الحروة اه انني طبعا مركب اه قلب صراميك بحيس ان هي اه نص لفة معانا. يعني كده فتح اهو كده قفل وكده فتح. نص لفة طبعا يعني بيبقى شغله اسهل شوية القلب الصراميك. طيب الميزة الجميل اللي بقى اللي انا اعملها النهاردة في المحبس ده اوا انني مركب القلب الصراميك بلاستيك اخر. يعني ده طبعا حقيقة اه كويسة. ان انا ما عنديش اي حاجة خالص زي ما اتكلمت هتصد معايا او هيتم فيها سيانة يعني يوم ما القلب هيبوزها يتغير. طبعا القلب الصراميك البلاستيك اه يعني مش غالي. الميزة الحلوة ان هو مش غالي. ده معانا هو الطبة. شايفين طبعا انا عامل في ايه من جوة? يعني عامل فيها جزء من جوة من الداخل. اهو ده معمول معانا بالقلب زي ما نكلمت اي قلب قديم عندي مشارشرة زي كده هو وبسخنه وبعد ده بيعمل لي الشفة الداخلية اللي هي المشرشرة ضهيا عشان تعض معايا في القلب. بعد كده بخروم خرم رفيع ببنطة او بمصمار. بس اعمل حاجة ان انا سنطر المسافة بتاعته عشان اه ما تكونش اه المصمار لما انا اركب المصمار بتاعي ما يعديش. لان الفتحة دي لو وزعت مش هتمسك المصمار مش هيمسك الكوبشة معايا. دي ما كان الكوبشة. دي طب بايا نص بوصة ما كان الكوبشة. عشان نتقلل في التكلفة. اهو. ده قلبه صراميكة هوا. طبعا القلب راكب على الجزء اللي انا اقفله في المصورة. بس لازم نقطع الحرف التى ده بمقاسات معينة بالشكل اللي احنا جاي فيونا عشان اه يكون عندي فيه مخرج هنا بتاع القلب الصراميك. ان هو يجي اقصاد الفتحة دي معايا عشان يعدي له مية. لو مجيش اقصادها مش للأسف هكون المية ضعيفة جدا او مش هيجيب مية معا. طبعا القلب الصراميك البلاستيك زي وزي القلب الصراميك النحاس اللي هو النص لفة معايا. نفس المقاس ونفس الشغل اهو. طبعا اه بلاستيك على بلاستيك طبعا بيعض معايا. اهو بالشكل ده. اه الحاجة التانية برضو ان انا الميزة الحلوة ان انا اركب عليها. يعني الناس كتير بتعاني من الحكاية دي انا اقول لك انا محتاج مخرجيا. طبعا اه لو انا ما عنديش البديل ده اهو. لان مش متوفر في السوق ان انا اجيب محبس زاوية او محبسين اتنين اه يشتغلوا معايا في محبس واحد. يعني دي بتكون نادرة شوية. اه يعني ممكن في حاجات دلوقتي موجودة. لكن برضو مش متوفرة قوي. وهتكون غالية جدا. طب انا عايز اعمل حاجة النهاردة بايديه. والحاجة دي ما تكلفنيش ياما. يعني اعملها باكل ده كلته معظمه كله معمول على النار يا جماعة هو بالتسخين. السن ده معمول بالتسخين اهو. عامل سن. طب انا عملت السن هنا في الجزء ده عشان خاطر لو انا عندي اه واصلة زي كده عايز اركابه على 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 قاعدة معي. يربط معي على القاعدة اهوا. بالشكل اللي احنا شايفين اهوا. طبعا رابطت معنا الواصلة هي. اه الحاجة التانية اركب شطاف اوتوماتيك عليه. يركب برضو شطاف اوتوماتيك. ما فيش مشكلة. اهوا. طبعا اه منظره بصراحة جميل جدا. اه خفيف. ما فيش اه منع للصدى. طبعا الحاجات دي المتوفرة جماعة ان شاء الله. لان في ناس بتطلب مني الحاجات ده هي. بس ما كانش طبعا الظروف. اه مكتش سامحة. اه فان شاء الله اي حد هيطلب حاجة من دي ان شاء الله هكون اه متيسرة متوفرة ان شاء الله. اه الحاجة التانية معمول طبعا سن هنا. انا عامل سن هنا عشان القلب دي طبعا راكب. انني لو باز في يوم الايام وحبيت اغيره مرميش القطعة لبعضها. يعني احنا بنشوف فيها حاجات النهاردة ما تتصلحش للأسف. اول ما بيخصل فيها تسريب بتترمي. لما انا عامل حاجة ان انا قدر اعمل فاصي انا بعد كده او اقدر انني اصلح. اوان تكلفته بسيطة جدا. اه احنا عارفين الطب صغيرة دي نص بوصة مش غالية. اه العشرين ملي التلات هات برضو. وممكن نعمله مش لازم نعمله بشغل معتمد. يعني ده معمول بشغل شعبي. يعني شغل برضو كويس. بس نسبة البيورفي بتكون خفيفة. ما بيكونش زي المعتمد. فبيكون حينيا في السعر اصلا لان يعني مش هيشتغل ماء سخنة ومعمول هيشتغل ماء بردة. ماء بردة بس. ولو حبينا ان احنا نشغله على ماية سخنة مسلا او نركبه في مخرج سخط. اه للقاعدة ولا حاجة. اه ما فيش مشكلة ان احنا نشتغله عادي بنفس الطلبات وهتكون معتمدة مش هتفرق برضو كتير في الاسعار. اه طبعا مصمر اللي هو السن الناعم. ده اللي بيربط على القلب الصراميك والقلب الالماني معايا. اه يا رب كنا عيباككم الفكرة. وآآ ويا ريت تدعمونا بلايك واشتراك وتشارك الفيديو عشان يوصل لكل الناس. وكل الناس تستفيد منه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة 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 واضح وتشبروا في القناة شكرا